هذه أول مرة يصير عداء فارسي مع شعب يهودي من أيام استير ومردخاي بالقصة معروفة من هذا الوقت إلى الوقت الحالي ما كان فيه احتكاك مباشر هذا الاحتكاك المباشر مع الرغم أن الإسرائيين عندهم زاكرة جيدة مع التاريخ الفارسي أنه استير ومردخاي وكوروس هذا اللي دافع عنهم وحررهم من بابل وإلى آخره هذا بدل موجود يعني هذا بالزاكرة يعني اللي حدث أنا أراقب الملف هذا من أيام 2003 إلى اليوم عرف كيف فيه كانت اتنين لوبي بالعالم الغربي لوبي يبدوا المحافظين الجدد والصهاينة المسيحيين اللي بيأمنوا بالتدخل الخارجي لجلب تغيرات معينة في السياسة الدولية وعلى رأسه وقرروا الهجوم هل تقصد الصهاينة اليهود؟ لا المحافظين جدد المتصهاينين يعني المسيحيين المتصهاينين عرفت كيف هذا تيار كانوا أربع موجودين بعهد بوش الأبن وهدول بيهمون الحفاظ على إسرائيل وآمن إسرائيل عرفت كيف والعالم العربي والإسلامي بالنسبة لهم عدوها دولي عرفت كيف أطلعوا المشروع هذا وراحوا لهناك بدون يعملوا فعندما جاء الدور على إيران في لوبي بالعالم الغربي خاصة بالاتحاد الأوروبي ما بدون حد يمد إيده على إيران عرف كيف إيران ممنوع تغيير نظام من الخارج التغيير يأتي من الداخل هذا اللوبي ضغط على بوش وربطوا له إيديه في المرحلة الثانية يعني من 2004 إلى 2008 عرفت كيف بوش الأبن بوش الأبن أي نعم استطاعوا أنه يربطوا له إيديه وما مد إيده على إيران وبعدين طلعت فكرة الاتفاق النوبي أنه يعني هذا اللوبي بدون يحافظوا على إيران ويحافظوا على مستقبل إسرائيل وأمين إسرائيل وبتعرف أنت التهديدات الإيرانية بدنا نمحي إسرائيل ونكبها بالبحر هذا كان يخوف العالم الإسرائيلي والعالم الغربي يعني بنفس الوقت فإجا أوباما عرفت كيف أقنعوا هذا اللوبي نفسه بزعامة ميركل أنه الملف لا يحل له وعملوا اتفاق ومفاوضات خمسة زائد واحد وجاب كيري وزير خارجية كانت هنا المفاوضات في فين طبعا كله في فين من هنا طلعت كل الدنيا مهم هذا كيري قريب لللوبي الفارسي أو اللوبي الإيراني وبنته متجاوزة واحد فارسي بها الفترة المفاوضات من كان من جعز وآخذ على خاطره نيتانياهو نيتانياهو عمل كل الوسائل لأنه ما يصير اتفاق نوابي ومشي الاتفاق نواي وقعوه في فين صار عنده صدمة وعقدة نقص انه انه هزم عرفت كيف وهيدي عقدة النقص وإحساسه بالهزيمة جعله ما يكون عقلاني عرفت كيف وأول فرصة اجيت ليغي الاتفاق نواي كان ترامب فورا هبشوا وأول توقيع لترامب ببيت الأبيض كان انه ألغى الاتفاق نواي حاليا هو وجماعته بإسرائيل ندمانين على هذا ماذا يعني لي بالنسبة كمحلل نفسي عرفت كيف معناته انه بوقتها كانوا بحالة لا عقلانية عرفت كيف انه ألغوا الاتفاق نواي راحوا على اتفاق نواي من خلال الإحساس والغريزة والإحساس بعقدة النقص انه العالم الغربي ما اهتم فيهم عرفت كيف بهيديك المراحظة بهالوقت هذا فهموهم هذا اللوبي العالم الغربي وامريكا انه اي اعتداء عليك يا اسرائيل من طرف ايران وجماعته نحن ورايك 7 اكتوبر شفنا اللي صار وكانت يعني العملي هذا الكلام هذا الوعد الغربي لإسرائيل بحمايته نفزوه ب7 اكتوبر عرفت كيف نفزوه يعني انت تقصد بقى الهجوم هجوم حماس على اسرائيل على اسرائيل وقفت الغرب والولوات المتحدة خلف اسرائيل وهذا التحول انا بالنسبة لي ما فاجأني لانه عارف من وراء الكواليس شو كان عم يصير هذا ملف تباعي هذا عارف من ايام 2003 الى اليوم شو هلا امريكا اليوم الهيدي عطت عطته لنيتانياهو غواصة يعني منحته غواصة يعني كل شي طمنوهم بهالفرصة هايدي شو صارت تمخض عندك فكرة بالعالم الغربي امريكا واوروبا انه الظلم التاريخي عن الشعب اليهودي يجب نرفعه ونخرص من المرحلة هايدي وصار انه هذا الظلم الظلم على الشعب الاسرائيلي هو الظلم التاريخي بدهن يدافع عنه ويدافع عن وجوده وفهموه عارف كيف وعملوا مثلا امريكا عاملة بكل سفارة باوروبا خاصة باوروبا مكتب اسمه مكتب معادة السامية عارف كيف وقاله موظف وقاله يعني ميزانية خاصة عارف كيف يعني اصدي الظلم التاريخي على انتهى هذا استاذ رفعت كنت حكيت لي عن الجزء التاريخي عايز دلوقتي من حضرتك اعرف لماذا رغم كل التحذيرات السابقة وعملية تكتيف الايدي اللي كنت حضرتك بتتكلم عنها لماذا استطاعت ايران التجرؤ والهجوم على اسرائيل من وجود لانه شوف يوم انتنياه راح الى هذه الخطوة لوحده بدون ما يستشارح احد لا امريكا والعالم الغربي انغازوا منه من جوبا كانوا عم يعني ارتفع ضقت الدم عندهم عارف كيف وهذا واضح بتصريحه لانه شو اسمه وعندما لانه بناتهم هدول يعني الملف النووي صنع انا سميته الخط الاخضر اتصارات يعني ما خط لا احمر ولا ساخر خط الاخضر هو بين امريكا الاتحاد الاوروبي كانت روسيا قبل الحرب الاوكرانية ومن ورا هون هدول اسرائيل وايران هذا الخط الاخضر ادارة الصراع وهذا شفناها ساعة ايران يعني عنا ديته اللي بده ترد ام شو عمل وساعة المخابرات الامريكية والقواعد تبعيتهم شافوا انه ولقطوا مكالمات الجيش الايراني انه نحن عرفت كيف استنتجوا متصنط هذا انه في ضربة وما بعرف ايش وساعة بعيدة نقترع انه ايران ما راح الا بده تضرب ترك العطلة واجه على البيت الابيض اجه وحامل معه كلام هيك انا اللي عرفت كيف الولايات المتحدة ستقف الى جانب الشعب جانب شعب اسرائيل وستدعم دفاعه لاول مرة في العلاقات الدولية الدولة بتخاطب شعب لا تخاطب حكومة لازم يقول انا سوف ادافع عن اسرائيل وحكومة اسرائيل ما قالوا وهذه كانت الاشارة الاولى لنتنياهو انه امريكا قطباني عليك وافهم عرفت كيف اعد معه وقال له نحن سوف كل شي يطلع من ايران يجي ع اسرائيل نحن وفرنسا وبريطانيا سوف نسقطه انا حاليا اؤكد لك انه بايدن واقناعه يعني وفهمه بطريقة غير مباشرة لنتنياهو انه كل شي يطلع من عندك من اسرائيل الى ايران نحن كمان حنوقفه لذلك هذا التخبط اللي حاول نتنياهو كلهم عم يحقنوه يرد رد رد وهو ما عم يرد ما يستطيع رد هو بحالة لا يرسلها هو بحالة انا ما بحسده عليها وهو وصل حاله لها نقطة هيدية يعني انت متوقع انه ممكن اسرائيل ما تردش على الهجمات الايرانية لا نشوف انا ناطر يعني ناطر شو بيقولك بتلهف كيف سوف لانه من وراء الكواليس مربطين ايده لنتنياهو ضد ايران مثل ما ربطوا ايدين بوش ضد ايران عرفتي هذا ماشي الى اليوم ونحن عشناها عمليا وانا كنت ناطر هاللحظة هاي دي بقى حابب تجي هاللحظة هاشوف كي بده يدفع علي